صحة وسعادة صحة وسعادة هو نافذة مفتوحة على مؤسسات المجتمع وأفراده وساحة تفاعل ما بين جمهور المتعاملين مع طموحات الهيئة وتطلعاتها وغير ذلك من الموضوعات الطبية الحيوية التي تشغل بال الجميع أطعب التحيات مني محدثكم محمود يوسف ومن طاقم الإعداد في هيئة الصحة بدبي وفريق العمل الإذاعي برئاسة مخرجنا عيسى سبيل أهلا بكم مرة أخرى حقيقة نبدأ حلقة اليوم بحملة توعوية قام بها مستشفى دبي اليوم الأربعاء خاصة ببدانة الأطفال والمشاكل المختلفة المترتبة عليها وكيفية الوقاية منها وذلك ضمن الجهود المتعددة التي يقوم بها المستشفى لتعزيز الجانب الوقائي لدى مختلف أفراد المجتمع للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور صبحي السيد قطب استشاري طب الأطفال بمستشفى دبي مرحبا دكتور أهلا بك دكتور يعني في البداية خلنا نتحدث عن هذه الحملة أهدافها والفعاليات اللي نظمتوها الحقيقة الحملة دي تم الترتيب لها فضوء الملاحظات المتعددة من قبل الطاقم الطبي في مستشفى دبي عن المرضى اللي بيحضروا المستشفى لاحظنا انتشار نسبة كبيرة من السنة بين الأطفال طبعا هذا مؤشر خطير على الصحة مستقبلا فبعض الدراسات اللي اتعاملت في الإمارات سواء في دبي أو في أبوظبي أو في العين أوجدت أنه فعلا في نسبة كبيرة من الأطفال يمكن تطوله في الأطفال يعانوا من السنة وزيادة الوزن وهذا في المستقبل يحمل بعض المشاكل الصحية خصوصا على الجهاز الدوري يعني على القلب وعلى عيد دموية وعلى الضغط وعلى اللهون في الدم وعلى مشاكل السكري من النوع الثاني وبالتالي هذه مشكلة كبيرة في المستقبل فحبينا أن احنا نتجنب قدر الإمكان هذا الوضع الصحي وبالتالي نبدأ مبكرا بأن احنا نوعي الأهل سواء كان الطفل وزنه عادي بحيث يتجنبه السنة في المستقبل أو لو وزنه زايد بحيث إزاي نحاول لنزل وزن الطفل وإحنا الحياة عندنا في مستشفى دبي عيادة متخصصة في أمراض الغدد وزيادة الوزن وعيادة الأطفال العامة كلهم يعلقوا مثل هذه الحالات فالفعالية تم الترتيب لها اليوم بحيث أن احنا نقابل أهل المرضى والمرضى وأهل الأطفال العاديين جدا بحيث نوعيهم مسبقا بتجنب السنة الفعالية بتقوم على زلط محاور المحور الأول هو الجانب الطبي بحيث يبقى فيه توعية للأهل وللطفل الجانب الثاني جانب التغذية بحيث يجلس الطفل مع خصائي التغذية في المستشفى والأهل بحيث نوريهم إزاي أن نحن نرتب وجبة الطفل بحيث يبقى صحية غنية بالفيتامينات وكل المواد الغذائية المهمة وقدر الإمكان بعيدة عن المواد الدهنية الكثيرة والسعارات الحرارية العالية اللي قد تسبب في المستقبل زيادة في الوزن والمشاكل الصحية جميل في نفس الوقت إذا لقينا أن الطفل يحتاج نوع من العناية الطبية الخاصة نوع من المتابعة ونعطيه موعد في العيادة عندنا لحيث نتابعه لحد ما نصل به إن شاء الله لبر الإعمال ويبقى وزنه في المقبول ونتجلب في المشاكل المصدقة طيب دكتور يعني مشاكل السمنة هي يعني مشكلة عالمية أنا يعني عندي بعض الأرقام ما أدري إذا كانت هذه الأرقام سليمة ولا عندك أرقام محدثة لهذه الأرقام يعني أن تصل نسبة الإصابة ببدانة الأطفال في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى 33% هذا بشكل عام نعم أنت ذكرت أن قمتم بهذه الحملة يعني على أساس الحالات التي ترد لمستشفى دبي لكن إذا ما نتكلم عن نسب الإصابة ببدانة الأطفال يا ترى تتركز ما بين أي فئات عمرية نعم الفئات العمرية بالنسبة للأطفال إذا اعتبرنا في الإمارات أن الأطفال لحد 13 أو 14 سنة المجموعة الأولى من السن يعني مثلا لحد 8 سنوات النسبة فيها أقل شوية تقريبا 20% طيب ممتاز النسبة بتزيد مع زيادة العمر لما بنصل للسن اللي هو من 12 لحد 18 سنة مثلا في هذه السن 40% أو أكثر بيبعندهم سنة كلما زاد العمر كلما زادت النسبة الأسباب دكتور لزيادة مثل هذه الأمور يعني ليش الأسباب ممكن نقسمها إلى هل هي مرتبطة بنمط الحياة اللي نعيشها في دولة الإمارات؟ الحياة هو ده السبب يعني السبب الأساسي في أكثر من 90% من الحالات هو نمط الحياة نمط الحياة حاليا بيقوم على ثلاثة محاور نعم أول حاجة كمية الأكل زادت جدا نوعية الأكل زادت في سعرات الحرارية الأكل خارج المنزل بقى كمية كتيرة أو كتيرة معظم الإخوة يعني هنا بيأكلوا برة فهذه واحد الشيء الثاني النشاط الحركي قليل نعم يعني يمكن زمان فات الناس تمشي شوية تروح تعمل بعض الأغراض يعني وهي مش الحين طبعا كله بالسيارة ده ما يقول يعني طيب دكتور في عندي سؤال من أحد المستمعين يقول هل يذوي الاحتياجات الخاصة من الأطفال لهم برامج خاصة لعلاجات خفض الوزن تقول المستمع ابني يعاني من التخلف العقلي ووزنه يتعدى المائة كيلو وهو بعمر خمسة عشر سنة نعم احنا كل مريض يتم تقييمه من البداية للنهاية على أساس هل المريض عنده سبب طبي للسنة ولا لا لو عنده سبب طبي الأول هذا السبب بنحاول نشيره أو نعالجه أو نتحكم فيه لو ما عنده سبب طبي يبقى العلاق بيتمحور حوله أنظيم الغذاء هذا واحد مش شيء الثاني بعض التمرنات الرياضية أو بعض المجهود العضلي اللي هو بيبزله وكل حالة بنقيمها وإحنا عندنا بعض الحالات المشابهة يمكن كان الوزن مئة وثلاثين كيلو كمان ونجحنا بقدر كبير جدا إن احنا ننزل كمية كبيرة من الوزن جميل جميل دكتور يعني أنا أبغي أفرد إن شاء الله في المستقبل يعني حلقة متخصصة كذلك للحديث عن يعني هذه المشكلة الصحية اللي تعاني مشكلة يعني يعني تعاني منها مختلف المجتمعات العالمية نحن شكري لك هذه المداخلة دكتور وإن شاء الله ما نتواصل معاكم في المستقبل القريب للتحدث أكثر عن الخدمات اللي تقدمونا سواء في مستشفى دبي أو حتى في كافة المرافق الخاصة بهيئة الصحة شكرا لك نشكرين لك أخ محمود على الحملة وعلى دعنكم للحملة واجبنا يا دكتور دكتور صبحي السيد قطب استشاري طب الأطفال بمستشفى دبي شكرا جزيلا لك إذن مستمعين يعني حقيقة هذا موضوع يعني يؤرق الكثير من المجتمعات العالمية لكن إن شاء الله ما نخصص لها حلقات يعني متخصصة للحديث عنها عموما ما نتطرق لموضوع وايد مهم اليوم وما نتعرف على أمور خاصة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث هذا المركز المتخصص والمتميز في هيئة الصحة بدبي بيكون معايا بعد الفاصل إن شاء الله الدكتور حاتم العباس أخصائي تطابق الأنسج ومدير مختبرات بالإنابة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث وأيضا السيدة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة الإدارة وباحث كلينيكي ثاني بمركز دبي للدم الحبل السري والأبحاث أبقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا فاصل وما نرجع لكم صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مستمعين الكرام مرة أخرى عبر برنامجكم صحة وسعادة والذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بثعاون مثمر ما بين مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المتميزة دائما إذاعة نور دبي حقيقة قبل الفاصل قد وعدناكم أننا سوف نتحدث عن موضوع شيء وموضوع مهم قد يغيب عن الكثير موضوعنا اليوم الموضوع الرئيسي هو عن مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث حيث يعد هذا المركز أحد المراكز التخصصية المتميزة في هيئة الصحة بدبي التي تقوم بجمع وتخزين الخلايا الجدعية المستخلصة من دم الحبل السري والاستفادة منها في علاج عشرات الأمراض الوراثية وأمراض الدم المختلفة المركز هذا أصبح وجهة لطالبي هذه الخدمة من مختلف دول المنطقة حقق نجاحات متتالية منذ تدشينه في السادس من يونيو عام 2006 وساهم كذلك في تحقيق فرص الشفاء التام للعديد من المرضى للحديث عن هذا المركز الأمال وفرص العلاج التي يوفرها للمرضى التقنيات والإنجازات والإمكانيات والكفاءات الطبية أيضا يسرنا أن نستضيف معنا في الستوديو اليوم الدكتور حاتم العباس خصائط طابق الأنسجة ومدير مختبرات بالإنابة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث والسيدة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة الإدارة وباحث كلينيكي ثاني في المركز حياكم الله معانا بداية أنا أبغى أتحدث عن بدايات هذا المركز المهام التي يقوم بها هذا المركز بشكل عام ونشرح شو يعني مركز دم الحبل السري والأبحاث طبعا بسم الله الرحمن الرحيم مركز الحبل السري كما فكرت أخ محمود أنه تم إنشاءه في ستة ستة ألفين وستة واعتبر المركز الأول والوحيد المرخص في دولة الإمارات العابين المتحدة وهذا المركز يشمل على بنك عام التبرع العام أن الأمهات تبرعون بدم الحبل السري لمساعدة الآخرين وبنك خاص أن الأم تخزن دم الحبل السري لعلاج أحد أفراد العائلة طبعا هذا المركز مهام الأساسي هو تجميع الخلايا الجذعية من دم الحبل السري وتخزينه في المركز لمدة ثلاثين سنة إلى وقت احتياجه للزراعة في المستقبل جميل طيب يعني دكتور هنا أنا بتوجه للحديث عن دور الخلايا الجذعية في علاج الأمراض الدم الوراثية وعدد الأمراض التي يمكن علاجها بالخلايا الجذعية هذه طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الخلايا الجذعية هي أساسا خلقت أو وجدت لأن خلايا متخصصة بتقوم بتعويض الجسم عن عن أي ضرر قد يصيبه قد يكون هذا الضرر واحد من أمراض الدم أو أي ضرر يحصل أو تلف في أي عض من أعضاء الجسم فهذا الحاجة اللي بتعملها الخلايا الجذعية يوميا بدون ما نحسب الموضوع دي فالحين صار العلاج أو الناس بيقصود الخلايا الجذعية أشان تعالج نوع معين من الأمراض اللي هي من ضمنها وهمها أمراض الدم زي مرض السلسيم يبيتل هو موجود هنا بكثرة فدور الخلايا الجذعية في هذا الموضوع إنها بتقوم بترميم الخلايا لأنها هي خلايا منشأة زي ما اتفضلت هي من خلايا الدم الحبل السري وهو وجد أنه أكثر المناطق في الجسم بوفرة بهذا النوع من الخلايا وهي خلايا متخصصة بتقوم بتصنيع الخلايا الدموية اللي هي بتقوم بتعويض النقص البنتج من المرض فهذا هو دور الخلايا الجذعية يعني هي بتعيشوا في الجم بعد ما أنت تضيفها لجسم الإنسان أو تحقينها في جسم الإنسان في المرحلة العلاجية وبتقوم بتصنيع الخلايا المضررة أو الخلايا التالفة وده منطبق على كل الأمراض فالحين الناس صاروا حتى مشوا من أكثر من قصة أمراض الدم لأنها بعض الأبحاث بدت لكن في الطورة الأول إنها تكون كخلايا تعويضية لأجهزة تالفة لكن هذه الحاجة بتحتاج إنك تطور نفس الخلايا الجذعية لأنها زي ما قلنا هي خلايا متخصصة لنوع معين من علاج الأمراض ممكن بتعاريج لنا في الأولى الأخيرة بتعاريج كتر من 80 مرض من أمراض الدم 80 مرض من أمراض الدم والأمراض العموما يعني دكتور يعني في بداية الحديث أستاذة فاطمة يعني أشارت إلى أنواع التبرع يا ترى ما هي أنواع التبرع بالخلايا الجذعية خلنا أخذه بالتفصيل قالت هي أنواع التبرع ممكن نقول أنواع التبرع بالدم نفسه أو بالحبل السري نفسه دم الحبل السري عموما هو التبرع أول ما بدأ مشروع الحبل السري عموما في العالم ابتدى كشركات خاصة اللي هي بيقوم بتوعية الناس لهمية التبرع بدم الحبل السري فبيجي بيتيجي الأسرة عموما إذا كان عندها واحد من أفراد مريض وولد الطفل الجديد أو حيول الطفل الجديد بيقوم فحص لهذا الطفل قبل ولاته اللي هو في المرحلة في أسنام وجوده في الرحم أمه لتأكد من أنه صحيح وبعد ذلك يتم التبرع بالدم وهذا يسمى التبرع الخاص يعني الأسرة هنا بتقصد التبرع أو هو في هذه الحالة يسمى تخزين هو ما تبرع لنا إذا جينا لك المتبرع تبرع أيضا معنا أنت هبة بتعطوه لكل الناس فالتخزين ده أنت بتخزين حاجة عشان ترجع تستعمل نفسك أو تستعمل الأسرة وهذا بيسمى بالتخزين الخاص كم سنة يعني يمكن تخزين مثل هذه العينات؟ هذه العينات لحد الحين وصلوا إنه ممكن تتخزن من 25 إلى 30 سنة ممكن تكون موجودة في ظروف معينة في حاويات نيتروجين سائل اللي هي بتكون درجة الحرارة ناقص 198 و196 بتكون موجودة طيلة هذه الفترة الأحد حين الحوج إليها لعلاج المريض المحتاج لها اللي هو تم التبرع عشانه إذا كان تبرع خاص طيب استاذة فاطمة يعني هذه الحاويات اللي يتحدث عنها الدكتور يعني مدى جاهزية مركزنا اللي موجود في دبي هل الجاهزية من خلال الأجهزة من خلال الحاويات من خلال ما أدري حاويات ولا ثلاجات هي عبارة عن مثل حاويات نيتروجينية طبعا نحن عندنا مساحة كبيرة مخصصة في مركز دبي دم الحبل السري لتخزين الخلايا الجذعية يعني تقريبا نحن عندنا أكثر من 12 حاوية نيتروجينية وطبعا عدنا حاليا مخزنين فوق 5000 عينة من دم الحبل السري فالحمد لله المركز مجهز أن يعني ياخذ أكثر من 30 حاوية يعني عندنا مساحة كبيرة كافية لأخذ الدم الحبل السري وتخزينه طبعا كل حاوية يعني تقدر تخزن تقريبا 500 لألف عينة في الحاوية الوحدة يعني الحمد لله يعني عندنا إمكانية كافية أن نخزن كمية كبيرة من دم الحبل السري طيب دكتور بالنسبة للشروط والمعايير الخاصة بتخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري يعني شو هي شروط مثل إذا ما تحدث عن الكمية مداخلوها من الأمراض نعم هل ممكن تكون مجهزة الهوية كبيرة هي المسألة الشروط أو الشروط لتخزين الدم الحبل السري بتبدأ من الأم مرورا لحتى وصول العينة في المختبر ففي شروط في البداية أول ما الأم لازم تكون إنسانة صحيحة الطبيب بيقرر أنها ممكن تتبرع يعني ما عندها مشاكل تمنعها من التبرع وهي التبرع طبعا عملية آمنة جدا ما فيها أي مشاكل عموما بعد ذلك بيتم سحب العينة بكيس دم فيه مواصفات معي لكن هو بيشبه كيس الدم اللي بيحصل فيه تبرع في بنوك الدم العادية بعد وصول العينة للمركز عندنا بتوصل العينة لازم توصل معرفة تعريف كامل عندها بطاقة تعريفية باسم الأم المتبرعة بالتاريخ الولادة في شهادات بتوجد معاها بعد ذلك بيتم التعرف على العينة وتأكيدها وتسجيلها وتسجيل رسمي ويعطاها رقم منفرد يعني ما في عينتين ممكن تأخذ نفس الرقم أبدا بعد ذلك بيتم عملية من الأم نفسها بناخد عينات حوالي ثلاثة عينات هي العينات دي مهمة إنها تشوف إذا كان الأم عندها أي أمراض ممكن نقول أمراض فيروسية أو أي أمراض التهابي يعني هذه الأشياء بتمنع التبرع بالدم لأنه إذا أنت أصلا في مشكلة أساسية فإنت كأنك بتحفظ المرض وبتجي تنقله مرة ثانية فذي الأشياء الممكن أنت تعملها كمية الدم لأنك أنت في النهاية الدم ده حيتعمله أكثر من عملية فهي بينقص العدد بتاعه فبعد ذلك بتشوف بجهاز التدفق الخلوي بنشوف كمية الخلايا الجزعية ومدى حيويتها لأنك أنت في النهاية ما عايز عدد معين من الخلايا الجزعية عشان تقدر تعالج بها ولازم تكون حية بطريقة معينة طيب في سؤال دكتور يتحدث أن هل هذا التبرع يعني يقتصر فقط على الأم ولا ممكن حتى مختلف أفراد الأسرة يتبرعون بالخلايا الجزعية حين إذا تكلمنا عن دم الحبل السري فهي طبعا الأم لأن هي الوحيدة الممكن تعطي دم الحبل السري لأنه يتعطي بعد الولادة أما التبرع للخلايا الجزعية الثانية اللي هو ذا بيسموها خلايا الجزعية من الدم يعني بينقل الدم وبيعطى المريض قبل ما يأخذ منه الدم بيعطى مواد معينة بتحفز الخلايا الجزعية إنها تكثر في الدم وبعد ذاك بتمسح بالدم منه فذلك شيء مختلف تماما طيب نحن نحاول نتطرق لهذا الموضوع إذا أسعفنا الوقت السيدة فاضمة يعني الخلايا اللي تكلم عنها الدكتور في حالة أنه عدم صلاحية العين للتخزين يا ترى ما هي الإجراءات التي تقومون فيها للتخلص من هذه العينات الغير صالحة للتخزين طبعا فيه إجراءات خاصة يتم تخلص منها بطريقة طبية آمنة وتكون هاي العينات اللي غير صالحة للتخزين طبعا فيه وايد يعني الناس يمنرد عليهم نكلمهم ونقول لكم عينتكم غير صالحة للتخزين يعني يصيبهم نوع من الحزن يعني ليش ما تخزنت عينتي فنحن نحب يعني نفهم هالموضوع أنه بالعكس نحن نبه فقط نخزن العينات اللي نعرف أنه ممكن تنفع الأم للزراعة في المستقبل ما نبه نخزن عينة يعني نعرف أنه إذا إحتاجتها في المستقبل يعني يكون مثلا كميتها قليلة أو الخلايا الجذعية اللي موجودة فيه غير حيوية يعني كافية إنها ممكن تزرع فدائما موضوع الرفض عندنا لما نرفض طبعا نحن نرفض العينة نسترجع المبلغ نرجع المبلغ للأم اللي مخزن العينة جميل أنا بغير تكلم عن الرسوم بعد شوية تخزين الخاص 9000 درهم لمدة 30 سنة طبعا التبرع العام ما لأي رسوم فدائما نحن نشجع الأم إذا هي عندها أمراض في العائلة يعني عندها أطفال مصابة ولا مثلا في حد في العائلة مصاب ننشجعها على تخزين دم الحبل السري أما في حالة الأم سليمة والأطفال السليمين والحمد لله الله نعم عليهم بنعمة الصحة اللي نحن دائما نشجعهم يتبرعون بدم الحبل السري لأنه عندنا سجل حابين نزيد سجل التبرع لأنه فيه وايد عندنا حالات مثل أمهات ما قادر تحمل مرة ثانية فهي تحتاج دم الحبل السري لعلاج مثلا حد من أفراد العائلة فلسجل المركز هذا الموجود للمتبرعين بيخدم مثل هالفئات فالتشجيع على التبرع شغلة جدا نحن نشجع عليها جميل أنا بتكلم على آليات التبرع وكيف ممكن نتوجهون لعملية التبرع وأيضا بعض النقاط الأخرى بس من بعد ما أوقف مع فاصل قصير مستمعين فاصل ونذكركم بأرقام الهواتف للتواصل معنا أو حتى لإرسال إرسائل النصية للمشاركة حول الموضوع اليوم اللي نتحدث فيه عن دم الحبل السري هذا المركز المتميز ستة صفر صفر خمسة واحد أربع واحد أربعة وأيضا عبر الرسائل النصية أربعة صفر صفر ستة وفاصل ومن بعدها نلقاكم صحة وسعادة أسعد الله وأوقاتكم مستمعين الكرام وأهلا وسهلا بكم في الجزء الأخير من برنامجكم صحة وسعادة والذي يأتيكم بالتعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة إذاعة نور دبي كنا قبل الفاصل قد توقفنا للحديث عن دم الحبل السري مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث ومعنا في الستوديو الدكتور حاتم العباس خصية طابق الأنسجة مدير المختبرات بالإنابة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث والسيدة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة الإدارة وباحث كلينيكي ثاني بمركز الحبل السري طيب حقيقة يعني كنا نتحدث عن آليات التبرع وأنواع التبرع لكن يا ترى اللي يبغي يستفيد من خدمات المركز شو اللي ممكن يسويه وين يتوجه وكيف توصلون حق الجمهور الأم الحامل بعد ما تعرف أنها حامل يعني على ثلاثة شهور أربع شهور في بعضهم يتوجهون لها من أربع شهور خمسة شهور حمل في بعضهم على الشهور الأخيرة بس نحن دائما نفضل على الشهور البنائية يعني على خمسة شهور ستة شهور الزورنا في المركز مركز الحبل السري المتواجد في حرم مستشفى لطيفة وطبعا نحن نبين لها النوعين اللي عندنا من الخدمة اللي هو نوع التخزين الخاص اللي هو التخزن للعائلة الاستخدام الخاص اللي هو فيه رسوم 9000 درهم وعدنا اللي هو التبرع العام والتخزين 30 سنة 30 سنة طبعا في طريقة ثانية بعد ممكن الأم إذا هي مش حابة المركز طبعا نحن عندنا حملات تفقيفية طبعا بعدها الحملة نسجل الأمهات للتخزين والتبرع ممتواجدين في مستشفى لطيفة في عيادات الحوامل بشكل يومي في جدول معين يتوزع في عيادات الحوامل على أوقات المحاضرات اللي نعطيها طبعا نثقف الأمهات عن أهمية الحبل السري وكيفية التسجيل وطبعا كيف الطريقة إنها آمنة لسحب دم الحبل السري شو ممكن يصير دم الحبل السري هذا بعد ما يتخزن فكل هالأستساؤلات الأمهات عندها طبعا نجاوب عليها نحن في العيادات الحوامل في مستشفى لطيفة بشكل يومي طبعا في مستشفى دبي ثلاث مرات في الأسبوع اللي هو يوم الأحد والاثنين والخميس متواجدين بعد نجاوب على أسئلة الأمهات طيب دكتور فيه سؤال من أم أحمد تقول بغيت أعرف شو من الأمراض التي يمكن معالجتها من تخزين الحبل السري نحن ذكرناها يعني في الجزء الأول من المقابلة لكن ما مشكلة ممكن نعيدها مرة ثانية لكن سؤالها بالتحديد هل مرض القلب أو أمراض القلب من ضمن هذه الأمراض وأيضا إعاقات صعوبات تعلم أيضا وفي أي شهر ممكن القيام بهذه الإجراءات طبعا هي الخلايا الدم الحبل السري أصلا الأكثر علاجاتها هي في أمراض الدم أمراض الدم اللي هي زي سرطانات الدم الأنيمية المنجلية الفانكوني أنيمية وهذه الأمراض أما أمراض القلب هول شيء هي بفروض تكون معروفة شنوع مرض القلب أصلا لأن أمراض القلب متعددة جدا صحيح فهذه القصة هنا يعني ما في أحد يقدر يجاوب على السؤال بالطريقة إنه ما هي أمراض القلب أو صعوبات التعلم لسه ما في تاريخ علمي أو حاجة مؤكدة من هذه الأشياء جميل وأعتقد أن أحيانا حتى في بعض الأسئلة تردنا على مواضيع معينة طبية وكذا يفترض أن الطبي ما يقدر يجاوب عليها إلا إذا شاف التاريخ الطبي أمراضي طبعا في هذه الحالة خصائيني القلب هم اللي يقدر يحددوا شو نوع القلب وشو الحاصل بالضبط هناك طيب ما أدري منه ممكن يجاوبنا على هذا السؤال بالنسبة للتبرع هل هو متاح لجميع الجنسيات وفي أي مكان داخل الدولة وخارج الدولة ولا في شروط معينة طبعا بالنسبة للتبرع نحن نبس نوضح كلمة التبرع يعني خلينا نقول التخزين أو التبرع التخزين أو التبرع بالنسبة للتخزين ممكن الأم تخزن سواء ربت في أي مستشفى في داخل الإمارات أو خارج الإمارات أما بالنسبة للتبرع فنحن حاليا حاصلين التبرع على مستشفيين حكوميين فقط لهو مستشفى دبي ومستشفى لطيفة جميل طيب شو الإجراءات اللي ممكن حد من يستمعين يروح ويسويها يعني شو الأشياء اللي أنتو تحتاجونها من مستندات طبعا نحتاج بطاقة الهوية أو الجواز طبعا صورة من جواز الأم والأب وطبعا بيكون الشخص اللي يسجل يوقع على اللي هو العقد العقد اللي يقرأ عدل طبعا لازم ويشوف الشروط كل المتواجد ويوافق عليها ويوقع وبعد شغلة ثانية اللي هي الدفع يتم قبل التجميع إذا كان تخزين خاص 9000 درهم وإذا طلعت العينة غير صالحة ترجعوا لبيزات تم استرجاع المبلغ نعم 8000 درهم يتم استرجاع أما 1000 درهم هو طبعا الكيس التجميع مبلغ الكيس التجميع ممتاز ممتاز طيب السرية في عمل المركز والحفاظ على هوية المتبرأ يعني كيف تشددون على هذه المسال وشو هي يعني الستاندر اللي معتمدينا هي طبعا العمل الطبي عموم بيقوم على الحفاظ التام على سرية المريض تماما فهي بتتبع كل القوانين الموجودة في الدولة وبتحكم الهيئة وبتحكم كل الجهات الطبية بتطبخ تماما في الحفاظ على هوية المتبرع والمريض وكل معلوماته السرية بيكون محفوظة تماما في السجل الطبي ما بيحصل فيه أي استعمال بدون علمه في أي حال من الأحوال نعم طيب دكتور يعني المركز ما أدري إذا يقوم بفحوصات التطابق النسيجي في مختبراته هذه الفحوصات لمعرفة مدى التطابق عينة الخلايا الجذعية مستخلصة من الدم الحبل السري والمريض اللي يرغب في الاستفادة من هذه العينات نعم هو طبعا المركز هو المركز الموجود الوحيد في دولة بيعمل أصلا فحوصات مطابقة الأنسية فحوصات مطابقة الأنسية طبعا عموم من اسمها هي إنك بتقوم بتعرفة الزمر الجينية بتاعت المريض أشان تختار له العضو المناسب من الزمر الجينية برضه أشان يحصل التبرع الكامل بدون ما يحصل رفض من الجسم لأن الجسم المناعي عادة يرفض أي جسم غريب ونحن بنعمل الفحوصات بأجهزة دقيقة جدا وفي يعني يمكن تقول من آخر الحاجات الوصلية للعلم في هذا المجال بتطبق عندنا تماما وعندنا كمية من العينات بنعمل يوميا في مطابقة الأنسية لمختلف الأشياء من الخلايا الجذعية وحتى للاس مرضى الكلا ومرضى نخاع العظم فكلهم بتحصل عندنا والنتائج ده حتى الناس اللي بيعملوا عمليات خارج الدولة بنبعث العينات وما حصل جانا رد من بره يعني حصلت أي مشكلة في أي نتيجة نحن عملناها وحصل أي حاجة ما طبيعي جميل طيب استاذة مريم يعني المركز مثل ما ذكرت يقوم بجمع وتحضير وتخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحب السر تبغي تضيف شيء دكتور؟ نعم شكرا يعني خلينا نتكلم عن الكوادر العاملة في هذا المركز يا ترى يعني هل الجهود التي يقوم بها المركز هي بالفعل قادرة على تحقيق الأهداف اللي أنتوا تسعروا لها من خلال الكوادر من خلال الإمكانيات الموجودة في المركز؟ طبعا اختيار الكوادر طبعا جدا مهم وطبعا كل اللي يشتغلون عندنا في المركز طبعا يكون لهم خلفيات دراسية طبعا تناسب المكان يعني يكونون دارسين في مجال الدم أو مجال الجينات شغلات تقدر تخدم المركز الحصول على هذه الكوادر البشرية اللي تعمل هل الموضوع سهل ولا صعب؟ والله حاليا ما شاء الله الإمارات يعني فتحت تخصصات طبعا كثيرة في الجامعات وحتى لو مش موجودة مسوية مثل الابتعافل الخارج وحتى اللي هو الجامعات اللي يكون عندك هي الجامعة تكون لها شريك ثاني في دولة ثانية فيعني ما شاء الله الجهود من ناحية التعليم جدا يعني حاليا في سنة 2016 حين نحن الداخلين ما شاء الله نشوف النوايد اتطورت مقارنة فيما سبق بس طبعا حتى الأجهزة اللي يستخدم طبعا جدا مهم يعني في مثلا في تنقية الخلايا الجذعية الجهازة نحن نستخدمها من آخر التقنيات الأجهزة اللي نستخدمها وحتى مثل ما قال تفضل الدكتور والتطابق النسيجي من آخر التقنيات نحن قاعدين ننفذها في المركز ونحن نتميز بالمركز الوحيد اللي يسوي التطابق النسيجي في الإمارات كلها يعني مثل هالنوع من التحاليل يتم إرسالها في الخارج لكن حاليا نحن نسويه في داخل المركز أنا دكتور يعني سمحني أنا شادني مسألة أن أستاذة فاطمة يعني تشتغل في هذا المركز هي كسيدة إماراتية موجودة في العمل بشكل متخصص كباحث كلينيكي في المركز يا ترى من خلال تجربتك اختفاظ في العمل في هذا المجال شو ممكن تقولين للمستمعين أو المستمعات اللي حابين التحقون في مثل هذه المجالات طبعا أنا يوم بديت هالمجال كان كنت حتى دايما أسأل نفسي يعني هل بيكون لي وظيفة في الإمارات يعني ممكن يخدم طبعا هالشي طبعا ما كان موجود المركز حبل السري لما تخرش من الجامعة بس الحمد لله يعني طبعا أنا أشوف هذين من التخصصات الجدا نادرة يعني شخص لما يدرس فيه ويستمر فيه ويبدع فيه يعني يقدر يؤدي يعني خدمة مجتمعية للإمارات يعني نحن نحب نعطي خدمة مميزة للإمارات فالتخصصات مثل هذه تخصصات جدا متميزة وممكن تخدم الإمارات في حاجة شديدة لها يعني أن مثل طلب الإماراتيين أو غير الإماراتيين يطلعون ويدرسون طبعا مثل هالمجالات خاصة الخلايا الجذعية يعتبرون الطب البديل في المستقبل وأن كثير من الأمراض سوف يتم علاجه عن طريق الخلايا الجذعية يعني أنا أشوف دكتور في الأفلام يعني حتى الأفلام الأمريكية دائما ما يركزون في الخيال العلمي على مسألة الدييني يعني واحد شغلات خاصة في هذا المجال فجميل أن نشوف مثل هذا المركز موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا بالأخص في دبي وضمن الخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في دبي أيضا من خلال وجودكم في هذا المركز المركز يقوم بجهود توعوية وتثقيفية لأمهات لتبيان لهم أهمية الخلايا المستخلصة من دم الحبل السري أنا بأخذ الجانب العلمي من الدكتور وأيضا بأخذ جهود المركز من نشنتي اختفاط فالجانب العلمي في أهمية هذه الأمور دكتور هي طبعا أهمية العلاج زي ما قلنا في البداية الخلية الجزائية ممكن تعالج أمراض يعني بعجز الطب أو بقيف قدامها تماما الطريقة التقليدية للعلاج فما تتخيل أنت من إبعاث مريض يعني دلوقتي إحنا عندنا حوالي 13 مريض أجرت لو عمليات نقل الخلايا الجزائية في الخارج وشوفه تماما فدي يعني عملية مفرحة جدا أنك تلقى إنسان فاقد الأمل تماما أنت تلقى الأمل فهي بمثابة عودة أمله وعودة حياة جديدة لإنسان ممكن يكون وصل لمرحلة أنه بدأ يفقد حياته فالمسألة إنه الخلايا الجزائية حاجة مهمة جدا جدا مفروضة الناس ينتبهوا ليها والتبرع بها أهم لأنه التبرع بها يبيدي مجالات وبيفتح أفاق كثيرة لناس كثيرين جدا وأنا أعتقد حتى المبلغ المرصود هو مبلغ رمزي جدا يعني ما يشكل شيء قدام الأمور الوقائية اللي ممكن الواحد يسفيد منها في المستقبل هو حتى التبرع هو تبرع مجانا بدلا ما يعني الرمي أحسن الواحد يتبرع في الحالة إذا الأم ما تبرعت بدم الحبل السري ولا خزنت هو يذهب للنفايات يتم رمي العينة نحن نتمنى أن عينة مثل هذه ما تنرمي عشان شي نحن إنشأنا مركز التثقيف في سنة 2012 تم إنشاء المركز في دم الحبل السري وبدينا الجهود المثابرة في تثقيف الأمهات لاحظنا أنه ما كانت عندنا عينات كثيرة توصل للمركز فبغينا أن نعرف الأسباب فوزعنا استبيانات عشان نعرف الأسباب فلاحظنا أن الأسباب هي أسباب ممكن مقدورة عليها اللي هو عدم معرفتهم بأهمية الحبل السري فبدلنا مجهود كبير في التثقيف يعني أنا أقدر أقول لك في 2015 ثقفنا كان عندنا 321 حملة تثقيفية في المستشفيات الحكومية طبعا ثقفنا 1897 أم في مستشفيات هيئة الصحة يعني من هذه الجهود طبعا نحن نعتبرها يعني رقم كبير لكن بعد نتمنى أكبر عدد ممكن انثقف من الأمهات عسب الأم تعرف أن المشيمة والحبل السري هذا أنه هي تقدر تساعد فيه من إنقاذ حياة شخص آخر بدل ما أنه يرمي يعني تم تبرع فيه أو التخزين في حالة إنقاذ حياة الناس طيب المركز مثل ما ذكرت يقوم بتوزيع السبيانات على الأمهات الحوامل والمراجعات للعيادات النسائية في مستشفيات الهيئة أيضا يعرفهم بدورهم دور مثل هذا التخزين أو التبرع في علاج الأمراض المختلفة يا ترى كيف تلاحظون تجاوب العملاء معاكم بعد ما تقومون بتعريفهم بالمميزات اللي ممكن الواحد يستفيد منها من خلال هذا التخزين أو التبرع والله وايدين متشجعين يعني نحنا مش مجرد نعطي المحاضرة عن الحبل السري يقول معقولة موجود شغلة مثل هذه موجودة في الامراض فيه ناس تتحمس جدا فيه ناس تقول يا ريت لو كان موجود قبل 2006 أنا عيالي كلهم رميت الحبل السري يعني لاحظنا أن الأموات وايدين يعني حابين يعرفون أكثر عن الحبل السري وأهميته وكيف تخزينه وشو ممكن يصير فيها الدم بعد ثلاثين سنة نحن وزعنا استبيانات عشان نعرف شو بالضبط الأشياء اللي هما حابين نحنا يعني نجاوب عليها عسر بنا نشكل البرزنتيشن اللي نحنا نسوي لهم في الانتينيت الكلينيك اللي هو العيادة الحوامل نعرف كيف نجاوب على أسئلتهم عن طريق استفادتنا من الاستبيان اللي هما يجاوبون نوعه جميل دكتور خلني أتكلم عن الطريقة بالتفصيل في عملية سواء أخذ الخلايا الجذعية أو دم الحبل السري شو هي الطريقة وأيضا كم تستغرق من الوقت سواء للتخزين أو حتى للتبرع ولو بدأنا الطريقة من التجميع المسألة تكون واضحة بالنسبة للأم الحبل السري زي الأظافر والشعر ما فيه إحساس فإنت بتجمع دم الحبل السري بكيس والشعر ما فيه إحساس ما فيه إحساس ولا الأظافر رهنة من تقطعها ما فيه إحساس ما فيه ألم يعني ما فيه تحس بألم فهي نفس المسألة الطبيب الأول القابلة اللي هو الموجود فيه غرفة الولادة بيجيب الكيس بتاع الدم فيه آخره فيه طرفه فيه إبرة جسد إنه بيدخل الإبرة فيه الحبل السري وبيخلي الدم ينساب معه الجاذبية الأرضية نعم فبيجمع كل الدم وبيبعث إلينا على المختبر بعد ما يعمل البطاقة التعريفية الكاملة وفي ساعة الولادة وكل التفاصيل هذه فبيوصل عندنا بعد ذلك نحن بيقوم بعمليات هي وزن العينة لأنه بهمنا جدا للوزن بتاع العينة المنا ممكن نتوقع إنه هتحصل للعينة هتكون صالحة للتخزين أو لا بعد ذلك بيقوم بعد الخلايا الخلايا النووية الخلايا عندنا نواء اللي هي بسموها نيوكليتد سيلس كلها بنقوم بنعدها لأن عندنا زي ما قلنا عندنا كريتيريا أو خاصية معينة على ضوءها بنقبل التخزين أو لا وهذا كله طبعا بيحصل لمصلحة المريض لأنه في النهاية إذا كان تبرع أو إذا كان تخزين المريض من حقه طالما إنه قدم لخدمة لازم ياخذ الخدمة بالستاندر العالي أو بالهاي كواليتي زي ما بقوله فنحن بنعمل كل القياسات المخبرية لهذه العينات لحد ما نعد الخلايا الجزعية عشان نجاحزه للتخزين ومن ثم بيتم تبريده بصورة تدريجية على سنه التبريد المفاجئ طبعا بيقتل الخلايا بعد ذلك بيتم تبريده بصورة تدريجية لحد ما توصل للدرجة اللي احنا عايزين لها ناقص مية ستة وتسعين بعد ذلك بيتم وضعه في حاويات النيتروجين اللي هي بتكون موجودة له وبعد ذلك بيحفظ معلومات المريض كلها في السجل بتكون موجودة لحين الطلب طيب السلام عليكم هل الرسوم تسع تلاف درهم مرة وحدة او سنوية وايضا سؤال ثاني هل بإمكان والدي المرأة استعمال هذه الخلايا حين الحاجة اذا طبعا بالنسبة للرسوم هي هي مرة وحدة لكل عينة لكل عينة هي يعني كل عينة رسومها تسع تلاف درهم وبالنسبة للسؤال الثاني هل بإمكان والدي المرأة استعمال هذه الخلايا حين الحاجة طبعا الاستعمال الخلايا دم الحبل السري زي ما قلنا فيه كمية معينة احنا محتاجينها من الخلايا فكل الأبحاث بتقول انه الانسان البالغ كمية الخلايا المستخلصة من دم الحبل السري ما بتصلح انها تكون جرعة كافية لعلاجه عشان كده هسا معظم المرضى اللي تعالجوا بتلقاهم اقل من 18 سنة اوكي فدي عموما للستاندرز العموما لكن من ناحية نظرية من ناحية نظرية بإمكانهم لانه هو مسألة بتاع التطابق جيني فهو الطفل نفسه والحبل السري بكون ماخد نصف المورسات من الام ونصف المورسات من الاب فبالشيء الطبيعي انه البنت اللي هي ام الحبل السري بالنسبة لأبوها وما ماخدر منه من نصف الناي فبعد ذلك بتبقى مسائل بتاعة وراسة مدى درجة قرابة الام والاب للام المتبرعة فبتعمل بعد ذلك مطابقة الانسية والرأي بكل الاطباء اللي هم حيعملوا عملية الترانس بلانت في النهاية والله انا حقيقة موضوع شيغ جدا وانا جدا فخور بوجود مثل هذا المركز في دولة الامارات وفخور بالجهود اللي يقدمها هذا المركز عندي اقل من دقيقتين ابغي اختم معاكم دكتور كلمة تحب توجهها في ثلاثين ثاني وايضا بعض الكلمة حتى حقا والله احب بس اركز انه الناس لازم يتبرعوا بدم الحبل السري لانهم بنقذوا حياة ناس تانين اكيد يعني وما في عليهم اي وما في عليهم لا رسوم ولا ألم يعني ما في سبب يمنعهم بالعكس يستفيدون بالعكس ويفيدون كذلك يفيدون ان الله لا يضيع عجرة من احسن عمله فانا ناحياك انما احيا الناس جميعا صحيح نعم طبعا طبعا هاي من نفس الكلمة اللي دايما في اي ذاعة احب او اي تلفزيون احب ان اقول ان الام بدلا ما ان ما قادرة على التخزين او الدفع في اموهات ما يدرون يدفعون او يخزون الدم الحبل السري فنحن نشجعهم على التبرع بدم الحبل السري وطبعا في وايد اموهات يكونون مترددين يعني عن كيفية آلية العمل فليش ما يزوروننا المركز طبعا نحن مستعدين نعطيهم جولة عندكم رقام معينة دكتور للتواصل هاي طبعا لدينا رقم التواصل مستعطينا على السريع 219 219 真的 4010 40110 219 4010 4010 طيب هذه الارقام للتواصل معاكم ايضا بامكانهم كذلك التواصل مع الرقم مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي له 800-342 الذي يعمل على مدار الساعة الشرلي المخرج وعصب الحين عموما في نهاية هذه الحلقة نحن نشكر ضيوفنا في الستوديو دكتور حاتم العباسة خصائط طابق الأنسجة مدير مختبرات بالإنابة بمركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث والسيدة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة الإدارة وباحث كلينكي ثاني بالمركز وأيضا الشكر موصول لكم مستمعين على حسن المتابعة وتواصلكم معنا وغدا إن شاء الله لنا حلقة أخرى مميزة جدا في مواضيعها وفي الطرح وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي